في الشرق الأوسط أيضا بولندا تدرس بناء جدار على حدودها مع روسيا تدرس بولندا بناء حاجز على طول حدودها مع روسيا لمنع دخول المهاجرين الأفارقة والآسيويين الذين تشتبه وارسوف في احتمال استخدامهم في حملة حرب مختلطة وفقا لشبكة سكاي نيوز في تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا تخشى بولندا تكرار أزمة 2021 عندما حاول ألاف المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط عبر الحدود مع بلاروسيا في ذلك الوقت نفت مينسك انخراطها في استقطاب الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الاتحاد الأوروبي وبدلا من ذلك ألقت اللوم على وارسو وبروكسل في أزمة إنسانية أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص في الغابات على طول الحدود وقال مسؤول بولندي كبير إنهم يفكرون في بناء جدار على الحدود مع مقاطعة كيلينيجراد شرقي روسيا على غرار الحاجز الذي شيدته البلاد على حدود بلاروسيا وأوضح سيتعين علينا تعزيز قواتنا في هذا الجزء من الحدود والنظر أيضا في بناء حدود مماثلة التحصينات لتلك التي لدينا الآن في القسم البولندي البلاروسي ووصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين بناء الحواجز بأنه غباء وقال في إفادة صحفية في موسكو التاريخ يثبت غباء قرارات بناء الجدران في كل مرة لأنه على مر السنين أو العقود سقطت كل الجدران ترجمة نانسي قنقر